السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا هو السكينة والطمأنينة نحصلها في اذكار الصباح والمساء فالسكينة والطمأنينة هي الغاية المتلى للحياة الرشيدة الحياة الطيبة الحياة الهنية وذاك لا يتحقق الا بمواصلة ذكر الله جل جلاله وهو القائل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب ومن سفات المؤمنين انهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله عز وجل وضع لعباده المؤمنين اذكار الصباح والمساء فيها قوت للارواح وغداء للقلوب تورت في القلب الفرحة والسرور والسكينة والطمأنينة والحبور المداومة عليها سبب من اسباب فتح الخيرات والبركات سبب من الحفظ من مخاطر الحياة والسلام من شر الدنيا والاخرة كل من واضب عليها يحصل الاجر العظيم والخير الكثير فاذكار الصباح والمساء هي افضل سلاح لدفع الشر قبل وقوعه وحتى بعد وقوعه في اذكار الصباح والمساء اعتراف العبد بنعم الله عليه وشكره على تفضله وإحسانه وتقوية لصنته بربه ايها الاحباب الكرام ماذا نقول في اذكار الصباح والمساء نقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نقول وتلات مرات اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك هذه نقولها اربع مرات في الصباح اللهم اني اصبحت اشهدك وفي المساء اقول اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك من قالها حين يصبح او حين يمسي اربع مرات اعتقى الله رقبته من النار ونقول ايها الاحباب الكرام رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالقرآن اماما وبسيدنا محمد نبيا ورسولا اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين سيد النبي اخبرنا ان من قال هذا الكلام اذا اصبح او اذا امس فقد ادى شكر ليلته ربنا ان نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعود بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي نعود بك من الكسل وسوء الكبر ربي نعود بك من عذاب في النار وعداب في القبر وغيرها من الاذكار التي فيها سؤل الخير ودفع الشر وخير الدكر ما كان النبي الكريم يواضب عليه وهو قوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم هداك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا احد عمل اكتر من ذلك ايضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم نقولها مئة مرة فمن قالها حين يصبح وحين يمسي لم ياتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا احد قال مثل ذلك ايضا نقول في الذكر حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نقولها سبع مرات كل صباح وكل مساء يحفظك المولى من شر الخلق والمخلوقات اجمعين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ايضا نكثر من ذكر الاستغفار والتوبة في الصباح والمساء تقال عشر مرات في في اليوم والليلة ومن زاد كان افضل الى وصل الى مئة مرة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه نقولها عشر مرات الى مئة الى اكتر من ذلك ثم نكثر ايضا بقراءة سورة اية الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخده سنة ولا نوم الى اخرها ثم نقرأ الاخلاص والمعودتين قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس نقرأها تلات مرات في الصباح والمساء قال صلى الله عليه وسلم لعمد الله من خبيب تكفيك كل شيء تكفيك كل شيء اعداؤك خصومك لن يستطيع ان يؤذوك لانك عندك حسط حصين ثم نقول ادعي شاملة كان سيدنا النبي وضب عليها كقوله اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كان يقول وثلاث مرات وكان يقول اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري اللهم اني اعود بك من الكفر والفقر واعود بك من عذاب القبر لا اله الا انت وغيره من الاذكار ونختم دوما بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشر مرات حينما نصبح وحينما نمسي لان من صلى على النبي الكريم عشر مرات حين يمسي وحين يصبح ادركته شفاعته يوم القيامة فالاذكار هي كثيرة ومتعددة فتعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نوضح اهم الاذكار التي ارشد اليها النبي المختار في اليوم والليلة في كل حركتنا وكل تصرفاتنا وربنا هو المستعن احباب دف الله رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم معلم البشرية علمنا ان نذكر الله في كل وقت وحين خطوة خطوة طيلة النهار على مدار الاربع والعشرين ساعة فاول شيء نذكر به ايها الاحباب الكرام هو عند النوم عند النوم ماذا نقول ايها الاحباب نقول امسينا وامسى الملك لله رب العالمين والحمد لله لا اله الا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اننا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعود بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ونعود بك من الكسل وسوء الكبر ونعود بك من عذاب النار وعذاب القبر ثم نقول اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاط بكل شيء علما اللهم اني اعود بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت ااخذ بناصيتها انت ربي على سراط مستقيم بسم الله اموت وانت احيا بسمك اللهم اموت وانت احيا بسمك اللهم اموت وانت احيا من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسوله. الى اخر الايات. ثم بعد ذلك نقرأ الاخلاص قل هو الله احد والمعودتين قل عوذ برب الفلق وايضا قل عوذ برب الناس نقرأها تلات مرات ويستحسن ان نقرأها ونجمع كفين ثم ننفت فيهما ثم نمسح على ذلك بجسدنا نبدأ بالرأس والوجه تلات مرات ثم بقية الجسد بعدها نستغفر المولى استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه نقول تلات مرات ثم نتجع للنوم باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا اكرم الاكرمين وغيرها من الاذكار المكتورة التي تكون عند النوم بالليل وعند اليقظة حينما نستيقظ صباحا اول ما نبدأ به وهو الحمد ان ربنا رد علينا ارواحنا فعند اليقظة باحا نقول الحمد لله الذي احيانا بعد ان اماتنا وانيه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وادن لي بذكره لا الاف الا انت سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك لذنبي واسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة انك انت الوهاب وغيرها من الاذكار التي تكون في الصباح لما نريد الخروج من بيوتنا ونتوجه الى اعمالنا واشغالنا لابد ايضا من ذكر بعض الاذكار المسلونة بها ربنا يحفظنا ويكلأنا ويفتح لنا باب رزقه وبركاته فنقول عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم اني اعود بك ان اضل او اضل او ازل او ازل او اضلم او اضلم او اجهل او يجهل علي وقد قال صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله اذا قالها يقال له كوفيت ووقيت وهديت وتدحى عنه الشيطان فيقول لشيطان اخر كيف لك برجل قد هدي وكوفي ووقي نروح الى اعمالنا واشغالنا وحينما نعود ايضا نقول ذكر اخر عند دخول البيت عند الولوج نقول كما قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله فان الشيطان يقول ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء لهذا ايها الاحباب حتى لا يشاركنا الشيطان مبيتنا وطعامنا ماذا نقول حينما ندخل إلى البيت نقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربك توكلنا ثم نسلم على أهلنا عند الدخول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبهذا ربنا يبارك لنا بيتنا وحينما نجلس مع الأحباب والمقربين هناك أذكار عند المجلس وعند القيام من المجلس فالإسلام شرع الاجتماع في المجالس ولم يحرمه لكن شرع ما ينظم تلك المجالس ويخلصها من مساوئ الأخلاق لهذا رغب في مجالس ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وجعلها خير المجالس وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه المجالس والتي يتمثل بأن أصحابها يذكرون الله في الملاء الأعلى ويذكرهم الله في الملاء الأعلى فقد جاء في الحديث إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قاعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا حتى ربنا عز وجل يقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا فيقولنا رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول الله تعالى وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فإذا جلسنا في مجلس علينا أن نذكر الله تعالى وأن نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وكان صلى الله عليه وسلم يختم مجالسه بدعاء كفارة المجلس وأمر أن تختتم به المجالس حتى ولو كان ذلك المجلس مجلس ذكر أو تلاوة قرآن أو مجلس صلح أو غيره فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت هؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا ختم له طابع ذلك الخير ومن قال شرا كن له كفارة ما يد الكلمات سبحانك وبحمدك لا إلث إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إلث إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكذلك عند دخول الخلاء والخروج منه يعني المرحاة التي تولت لما ندخل هناك أذكار لا مد أن نقول فتبقى علينا حسن الحصينة فعند دخول الخلاء نقول اللهم إني أعود بك من الخبط والخبائث اللهم إني أعود بك من الخبط والخبائث وعند الخروج أقول غفرانك غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني أيضا أيها الأحباب الكرام أذكار كثيرة ممكن أن نقولها في حياتنا اليومية من ذلك مثلا من دخل إلى السوق ليبيع أو يشري فهناك أذكار ربنا يحفظنا بها أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بسم الله اللهم إني أسألك خير هذا السوق وخير ما فيها وأعود بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعود بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة اللهم أمين يا رب من قال هذا الدكر فإن الله وعد بأنه لن يغبن ولن يسرق ولن تضيع مصالحه بل تجارة رابحة بإذن الله تعالى ويلقيه الله مع الأخيار والأبرار والصالحون والرابحون ومن كان في هذا السوق أو في غيره وضعت له شيء ضعت له ضلة ماذا يقول اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضلة بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه رد علي ضالتي وسبحان الله تقولها ثلاث مرات وربنا عز وجل يهيئ لك الأسباب وتظهر هذه الضالة أو تقرأ سورة الضحة سورة الضحة تقرأها أيضا فيها ربنا عز وجل يرد عليك ضالتك إذا شعرت بأن إبليس حولك ويريد أن يفتنك هناك أذكار تقولها ربنا يحفظك لطرده ماذا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نقولها مئة مرة في اليوم ثم نقرأ بعدها سورة الليل والليل إذا يغشى والنغار إذا تجلى وما خلق الذكر ولنتا إن سعيكم لشتا ثم نقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من غمزه ودفخه ودفته ونقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فهذه الأذكار تحفظنا من الشيطان وإذا أردنا أن نحفظ النعمة نحفظها من العين ومن الحسد ومن الضياء نقول أدعية حفظ النعمة ويقوله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله وحينما نرى ما يسرنا نقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأينا رؤيا فيها سوء لقولوا الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال اللهم يا رب العالمين لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعود بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم نسألك اللهم من خير ما سألك به عبدك ورسلك محمد صلى الله عليه وسلم ونعود بك من شر ما استعاد بك بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعود بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم يا رب العالمين أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا اللهم املأ بالإيمان قلوبنا وباليقين صدورنا وبالنور وجوهنا وبالحكمة عقولنا وبالحياء أبداننا واجعل القرآن الكريم شعارنا والسنة المطهرة طريقنا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وبالزيادة آمالنا اللهم يا رب العالمين تبتنا على نهج الاستقامة وأعدنا من مجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل أوزارنا وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الأرزاق يا كثير الخيرات يا واسر أعطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرنا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي النطفي يا حليما لا يعجل اللهم الطف بنا جميعا في تيسير كل أمر عسير فإن تيسير العسير عليك سهل يسير نسألك اللهم التيسير في كل شيء الطف بنا فيما جرت به المقادر الطف بنا فيما جاءت به المقادر يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال أنت المقصود بكل حال والمشار إليه في كل معنى ارحمنا يا رب العالمين سلمنا إليك مقالد أمورنا فاقبلنا وارحمنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة